الجيش المغربي يحبط محاولة نألي ثلاث مركبات عسكرية تابعة للبوليساريو من الدخول سراً عبر الحدود مع موريتانيا إلى منطقة قريبة من تفاريتي ويسقط بذلك خمس عراس الجلد في التنظيم الانفصالي والبوليساريو تدق ناقص الخطر بعدما ذكت من جديد طائرة درون مغربي حصونها وتركت ما تبقى من مقاتليها يهربون كالفئرات إلى مخيمات تندوفة واعترفت مصادر موالية لجبسة البوليساريو الجزائرية بأن عربات عسكرية تابعة لها تعرضت لقصف جوي مركز بواسط الطائرة مسيرة تابعة للقوات المغربية استادفت قافلة للإمداد العسكري بمنطقة أغينيتا القريبة من الحدود الموريتانيا الشمالية بالقطاع الجنوبي للبوليساريو مشيرين أن قصفا آخر استاذف منطقة فاريتي أو تفاريتي ودمر عددا من العربات المكشوفة ما خلف حالة من الهلع والرعب والاستنفار داخل جبسة البوليساريو حيث أن عددا من قادة الجبل انفصاليين تراجعوا بسرعة وتوجهوا إلى مخيمات تندوف داخل الأراضي الجزائرية خوفا من أن يتم استيادهم من قبل سلاح الجو المغربي وتعيش مخيمات تندوف على صفيح ساخن بسبب الأزائم المتتالية التي يتلقاها التنظيم الانفصالي في المنطقة العازلة وقيادة البوليساريو تقوم بعمليات تصفية في حق الصحراويين الرافضين لتوجهاتها والداعمين للمقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي فبعد فشل البوليساريو في تحقيق انتصارات عسكرية على الميدان في الصحراء المغربية وبعدما كشفت أكاذبهم انتصاراتهم الوامية أمام ساكنة المخيمات قيادة الجبل انفصالية تقوم بأعمال لا إنسانية في حق عدد من الصحراويين المحتجزين والمعارضين لتوجهات قيادة التنظيم الانفصالي وما يقع في مخيمات تندوف من تعصف وقعر وتصفية لا يجب أن يسكت عنه والحال كما هو عليه يتكرر دائما نفس سيناريو الاغتيالات وتصفية الأصوات المعارضة كل مرة دون تدخل المنتظم الدولي وغرد نشطها عبر منصة التواصل الاجتماعي متسائلين أين هي الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف خاصة فيما تفعله الأياد الإجرامية الجزائرية ومن طرف قيادة القوليساريو في كل صوت معارض ورافض لأكاذيب قيادة القوليساريو فالأكيد أن الجزائر أو بالأحرى النظام العسكري الجزائري يتحمل المسؤولية الكاملة في هذه الجرائم اللا إنسانية والتي تقع على أراضيها بما في ذلك عمليات التصفية التي تسادف كل من يناظل ويطالبه بحقوقه الشرعي الإنسانية ورغبته في العودة إلى وطنه الأمة المغرب والأكيد أن الجزائر طرف أساسي ورئيسي في نزاع الصحراء المفتعل فبعد يومين فقط من تعيينه فاجأ الوزير الأول الجزائري الجديد نذير العرباوي الذي من المفترض أن يجري حاليا مفاوضات مع السلطات السياسية المحلية لتشكيل فريق حكومي جديد الجزائريين الذين كانوا يتوقعون رسالة قوية من رئيس الحكومة الجديد بشأن انشغالهم إذ أنه في أول نشاط رسمي له استقبل العرباوي رئيس ما يسمى بالمجلس الوطني لجمهورية الصحراء الوهمية أو لجبة القوليسار يحمى سلامة الذي قدمته وسائل الإعلام الجزائري المحلية على أنه يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر وإي الدولة التي لم يغادرها قط منذ عدة عقود من الزمن وفي الواقع هذا الاستقبال ليس مفاجئا مع العلم أن نذير العرباوي ليس سوى الممثلة الدائمة السابق للجزائر لدى الأمم المتحدة وهو المنصب الذي يقتصر دوره الوحيد على الدفاع ليس عن مصالح الجزائر بل عن الأطروحات الانفصالية للبوليساريو ويوحي هذا الاستقبال المخصص للقياد الانفصالي من قبل الوزير الجزائري أو الوزير الأول الجزائري الجديد إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء سقوط أيمن بن عبد الرحمن وهو الوزير الأسبق هو أنه لم يمنح أهمية كبيرة أو دعما ماليا لقادة البوليساريو وتشكل قضية الصحراء زرحا كبيرا استمر لعقود من الزمن في إفريقيا خاصة وأن البوليساريو تهدد سلم وأمن المنطقة ككل بالدخول في حرب مع المغرب بدعم جزائري الأمر الذي يتطلب تدخل المجتمع الدولي بحسب مراقبين للحد من الانتهاكات التي تقوم بها الجبهة آخرها قصف المدنيين باسمارة فبعد اعتراف البوليساريو الانفصالية من خلال بيانها والمواقع الإلكترونية التابعة لها أو للجزائر بالعمل الإرهابي الذي استاذف المدنيين في أحياء سكنية آمنة في مدينة السمارة المغربية بصحراء لم يعد هناك مجال لمواصلة المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة والذي يعيش موت سريريا منذ سنوات خاصة مع التقرير الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي قام بتمديد بعثة المينورسو ككل سنة غير أنه يراعي بكل جدية المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي والذي تقدم به المغرب منذ سنة 2007 وفي سياق منفصل عاد من جديد الحديث عن تسليح إيران لفصيل البوليساريو بمساعدة جزائرية وعلى الأراضي الجزائرية حيث أكدت تقارير استخباراتي جديدة والتي تمكنت مجلة ديفيلتر الألمانيا من الكشف عنها صحة الاتهامات المغربية لإيران والجزائر في تسليح البوليساريو فقد تمكنت الصحيفة الألمانيا من الوصول إلى تشجيلات صوتية ونصوص المحادثات الهاتفية بين ممثلي البوليساريو وعميل يقول أنه وجهة اتصال لحزب الله الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول غاية إيران من تسليح البوليساريو وما مدى خطورة هذا التصعيد على مستوى أمن المنطقة المغاربية وأن دعم إيران لجبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب عبر حزب الله اللبناني وبالتعاون والتنسيق مع النظام العسكري الجزائري هو مخطط إيراني توسعي في المنطقة العربية وشمال إفريقيا يشكلان عاملين إضافيين لخشية المغرب من التقارب الإيراني الجزائري وفي السياق ذاته بسبب الدعم الإيراني الجزائري للبوليساريو فالعلاقات المغربية مع كل البلدين متوقفة بسبب قرار مغربي سياسي بقطع العلاقة الدبلوماسية مع إيران كما سبق للمغرب أنكشف عن نصاط إيراني في الجزائر لضرب استقرار المنطقة وبالخصوص استقرار المغرب عبر دعم إيراني عسكري مباشر للجبل الانفصالي وبالتالي فهناك تحالف تناء إيراني جزائري ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة ودفنت عصابة البوليساريو المتطرفة في الأسابيع القليل الماضية عددا كبيرا من جثامين قتلهم الذين قضوا جراء الأقصاف الجوية التي تنفذها طائرات مسيرة حربية مغربية تابعة للقوات المسلحة الملكية وذلك عند كل محاولة فاشلة يقومون فيها بالتسلل داخل المناطق الأمنية خلف الجدار العازل الذي يفصل الحدود المغربية الجزائرية وشهدت مقبرة ما تسميها عصابة البوليساريو بولاية الصمارة بمنطقة تندوف قبل أسبوع على الأراضي الجزائرية دفن كل من جثمان القائد الميداني والقيادي بالجبل الانفصالي ولوحظ زعيم التنظيم بالبطوش داخل المقبرة وفي حالة انهزامية ووضع صعب يترجم الواقع الجديد الذي يفرض الجيش المغربي على ميليشياته الانفصالية بعد تحرير معبر القيرجرات منذ سنة 2020 وإلغاء المنطقة العازلة بين موليتانيا والمغرب والتي كانت تسمى قنظهار أنذاك حيث يتم قصف كل جسم متحرك بالمنطقة العازلة خلف الجدار الأمني طوال الحدود أو على طول الحدود المغربي الجزائرية الأمر الذي جعل تحرك عناصر الجبل انفصالية محفوفا بالمخاطر وأدى إلى وفاة العديد من عناصر الجبهة بصواريخ انطلقت من مسيرات مغربية وعملت القوة المسلحة الملكية المغربية خلال الثلاث سنوات الماضية في عادة الانتشار في المنطقة الشرقية لضبط الحدود المغربية مع الجار الشرقي الجزائر وفق التغييرات الدولية الجديدة لعل أبرزها اعتراف أمريكا وإسبانيا بمغربية الصحراء إضافة إلى اقتناع وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون بوجوب السيطرة الأمنية على منطقة الصحراء التي تمتد إلى شمال مالي والتي تنشط فيها بشكل بارز الحركات المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة وداعش وكذا العديد من الحركات السلفية التي تعمل على خطف الرهائن والمطالبة بفدية مالية لإطلاق صراحها وما أصبح يقلق العديد من القوى الغربية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل الجيش المغربي على تطهير المساحات الهشة أمنيا وراء الجدار وتحكم في حدوده بشكل حاسم خاصة مع الجزائر وأن الأخيرة ما زالت تعاني من العمليات المتطرفة لتنشنودها حيث قامت في السنوات الأخيرة عدد من المجموعات أو مجموعات مسلحة بعمليات قتل في صفوف الجنود الجزائريين هذا وفي الوقت الذي أصبحت مساحات الصحراء الكبرى التي كان يتحرك فيها على سر القوليساريو بيئة حاضنة لتفريخ الجهاديين والمتطرفين ويأتي عزم المغرب لإلغاء المنطقة العازلة خلف الجدار الرملي وربط تواجد العسكر المباشر في حدوده مع الجزائر بعد أن اتفق مع موريتانيا قبل سنتين على تأمين الحدود الشمالية مع موريتانيا في عين بنتلي مرورا مع الحدود المتاخمة مباشرة بالعديد من المواقع التي اعتذى مسلح الجبل في صاليا الوصول إليها شرق الجدار الأمني داخل الصحراء المغربية وتحديدا بمنطقته بأرلحلو واتفاريتي ترجمة نانسي قنقر